السلام عليكم مهندسين البيم كل الناس اللي اشتغلوا بالريفت عارفين ان نجاح اي مشروع هو الحقيقة بتجهيز الفاميليز اللي هستخدمها في المشروع مشاريع كتير بتقف وبقى فيها عطلة كتير جدا بسبب ان في بعض الفاميليز نقصة مش موجودة الفاميليز ببساطة جديدة للناس اللي اشتغلت ريفت هي اي حاجة بتحطها جوه المشروع الفيو الليفل الباب الشباج الحيطة اي حاجة موجودة جوه مشروع الريفت في حقيقة الامر هي عبارة عن فاميليز قبل ما ببدأ المشروع المطلوب مننا ان احنا نعمل تجهيز بلستة او الايتنز اللي هستخدمها في المشروع ويا اما نعمل عليها سرش على الانترنت او موقع الشركات المصنعة او ان احنا نرسل الموردين في اوقات كتير بيكون عندنا فاميليز كل المتوفر بالنسبة لي هي ورقة في كتالوك او رسمة اوتوكاد ما عنديش ايتم سري دي ولما رسل المورد بتاعي يقول لي ما عنديش ريفل فاميلي وانا مطلوب مني ان انا اشتغل المشروع بالريفل الحل ايه الحل ان احنا نعمل كريات للفاميلي فروم سكراتش نبدأ من الصفر هل هي دي الحالة دايما لا في بعض الاحيان بيكون عندي بالفعل الفاميليز لكن اجي استخدمها في المشروع يحصل ارورز بتدي اخطاء اجي اوصل مش عايزة تتوصل الحل ان احنا نعالج الارور ده يبقى يا اما ما عنديش الفاميلي ومحتاجة ابنيها يا اما عندي فاميلي ومحتاجة اعدل الارورز اللي فيها لو عرفنا زي نبني الفاميلي هنعرف نعدل فيها اللي هنقدم بعض في الكورس وهنتعلمه ان احنا ازاي ننشئ الفاميلي سواء كنت مهندس معماري ميكانيكا مدني كهرباء اي حد شغال بالريفت هو محتاج الكورس ده اي حد هيبدأ في الكورس معانا لازم يكون الاول بيعرف يشتغل ريفت كويس لازم تكون انهيت كورس الريفت من بيت المهندسين بعد كده تقدر تلتحك معانا في كورس الريفت فاميليز الكورس هيغدك من مرحلة البيجينر او البداية خالص لحد الاحتراف ان شاء الله هنشتغل على ايه هنشتغل على اكتر من نوع لما تلاقيني شغال على خاصة في شغل المعماري ما تقولش الكورس بعيد عني لما تلاقيني فتح او اي ما تقولش الكورس بعيد عني انا رجل مهندس كهرباء اي ايتم هنرسمه هنتعلم فيه المهارات المطلوبة ان انت ترسم بغض النظر عن نوع هائل هيكون معاكم في الكورس سعيد الشايب من اكاديمية بيت المهندسين